موسيقى عموماً بدي أحكي لك لا تتذكر الموسم الماضي الموسم الماضي كان فيه فقر اسمها طشة أوكي حلقة من الحلقات فهم المتولة ولطيف الفتياني أنا ويهم روحنا على محل اسمه أكس ريج رومز روحنا كسرنا الدنيا فيه طبشنا طبشنا الدنيا وفرغنا جد غضبنا كتير انبسطنا يومها كتير يعني محل بس كله مليان أشياء صحون كاسات تلفزيونات تلفزيونات كل شيء موجود ولكن معك أنت أداة تدمير مثلا شاكوش الفاس عصاي أي شيء والطب فاليوم مين ضيفنا مين ضيفنا فضل أستاذ علاء الدين عطاري مؤسس وصاحب فكرة أكس ريج روم زورتنا أهلا طبعاً احنا حاولنا نخبي أي عصايات موجودة خبوا أي شيء تكسر الكاسات يريد أن أخذهم ونا مروح بلمون بروح في مال محلام كيف حالك أستاذ؟ تمام الحمد لله أنت كيف حالكم؟ تمام تمام أول شيء نورتنا الله يخليكي ثاني شيء ما بدي أحكي ما بدي أحكي لكم من وين إجت الفكرة لأن الفكرة تحلم كل أردني بس ما الذي يجعلك تتجرّ تعملها وتنفذها؟ بصراحة ما الذي يجعلني أتجرّ أعملها لما بلشت أطرحها كفكرة قبل أن أفكر حتى أن أعملها كان كل أحد يسمعها يحكي وهو عن جد بدنا عن جد يحجز لي من هلا فحسنا أن الفكرة يمكن أن تكون مناسبة والناس ستحبها والحمد لله حتى فترة فاتحين وانتوا في البداية وصورتوا كانت جميلة وأعتقد أن الناس تستمتع فيها أنت الرواق الذي أنت فيه شكرا لك كثيرا قدمة بكسر ملاحظة كثيرا كثيرا نحن كل ما نلاقي نفاضين بالمحل نكسر نفوت نعمل فقرة نطلب من الناس يبعطوننا أسماء الناس نكتبهم نكسرهم طب يا أخي بس تكونوا ذاقين إعزمونا من يجي من نكسر لأندي أوجه تحية لفريق العمل عندكم لأنه كثيرا كانوا لزيزين إذا تتذكر يوم وطلعنا تغدينا بعد التصوير صح هاي لو معتز دائما معنا وماشاء الله عنهم كثيرا لطيفين رائبين طب كيف عم بتطوروا الأفكار اللي بالمحل لأنه فيه أكثر من غرفة صح واحدة فيها مثلا معدات كهربائية واحدة بس أزازات كيف تطوروا على هذه الأفكار تأتي فكرة جديدة تزيدوا غرفة زيادة أو هاي صراحة الأفكار تأتي بطريقة عفوية يعني لا نعرف كيف تأتي بس تأتي هلأ عندنا أفكار نجهز للمكان جديد سنعمل فيه أفكار جديدة ورح يكون فيه الأفكار يعني الغرفة ليس بس تكسير سيكون فيها تكسير بس سيكون فيه سكورينج للموضوع يعني رح تكون زي تحديات حلو يصير أنه مثلا إذا أنا إياك عملت نافس هناك علامة للمين كسر أقوى مثلا 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 للمين كسر أقوى للمين كسر أقوى في مناطق معين لازم ترمو عليها في غرف بلاك لايت سيكون أشياء جميلة بلاك لايت بلاك لايت لكن ليس أكثر من أحدا مع بعض أكثر من أحدا بس مدروسة بحيث أنه ما يكون فيها ضراءة لأحدا والرمي رح تكون بس رمي ورمي على مكان بعيد يعني محدا يكسر ما يعني بلاك لايت هي الضوء اللي فيه الضوء اللي فيه الضوء اللي فيه الضوء اللي فيه إذن طيب حلو حكي لنا أكثر مثلا إيش واحدة من هاي الغرف مساطين تفاصيل عنها حرق لنا هيك ماشي رح أحرق لك غرفتين رح أخليتين تين مخبئين ماشي الغرف اللي حكيت لكم عنها أول رح يكون في عنا أزايز فيها الأزايز هاي فيها فيها سوائل مضيئة ورح ترم على مكان معين والتيم لازم يجمع أكبر لفل معين من الليكويد رح تكون طبعا بلاك لايت فلازم يرمي وهو مشايف رح يكون بس الكاسة ضاوية والمكان اللي بدي يرمي عليه ضاوي ورح تكون فيها إصصة يعني بس رح يحس نفس الشعور اللي حسيتو له مكسرتو يعني نفس الشعور وفشل يعني الصوت كل شيء موجود واللبس الحماية كم رح يكون موجود وفي غرفة كتير انطلبت مننا الناس اللي حاب تصرخ ياه صح رح يكون في غرفة مع زولي صوت ورح يكون فيها ديسبل ميتر يقيس الليفل الصوت ياه سلام ورح يكون يعني مش بس انك تفوت الصرخ لا رح يبين انه مين صرخ أكتر مين صوت أعلى مين التيم اللي عمل إزعاج أكتر تعرف على أنا بتحكي لك فكرة احكي لي لازم يكون مثلا جزء من تعرف كيف الواحد دو يفرغ غضبه ثلاثة ربع الناس تكون معصبة على حدا تاني شخص معين مزوح حدا بتحبه الاكس اللي أبصر شوك فلازم يكون عندكم مثل هذا عارف اللي بتدرب عليه ملاكمل مجسم الإنسان اه ايه ايه المنكان هذا يكون ربر اه او يكون كثير مثبت منيح وتضلك تخبط فيه تخبط فيه لا بس الربر هاد اذا بدك تضربه وانت بيش تنفس غضبك انت هتغضب بزيادة لانه هذا ما بينقزم هاي حال اثنو لأشي اه اه يعني مش هتكسر فيه اشي لن يصاب هتضل زمو اه الناس حابين اشي ينكسر يعني بس احنا يعني لسه في عنا افكار في هذا الموضوع راح خليها هيك لان شاء الله زيارتكم الجاية راح اورجيكم اياها راح يكون فيه افكار حلوة حاضرين سيدي طب قولي كيف اقبال الناس الاقبال لطيف جدا في الفترة الماضية يعني انعرفنا احنا في البداية لما فتحنا كان لسه الفكرة جديدة واغلب الناس ميتوصل علينا يسألوا انه عن جد ولا الموضوع يعني فانو الناس اللي فتحنا اول فترة شهرين ثلاثة كانوا لسه مقتنعين انو انتو عن جد بتعملوا هيك يعني انتو عن جد مجرين لها الدرجة وكنا وحيات الله اه احنا احنا نجمع تعالوا بس فبعدها الناس بل اشي طبعا اللي بي يحكي لالناس تاني كذا صارت يعني ماركتنج علي بدي تحكي للناس لانو اكسروا مش بس فكرة حلوة كمان في جانب خيري خلينا نحكي وراها فيه جزء منها عم بنجهز هلا انو يكون من راح يكون قوالب معمولة جبسين من ناس عوائل فقيرة او كذا انو هم يعني يعملون لنا كميات وناخدها بدل ما انو احنا ناخد شغلات نشتريها شراء من السوء احنا راح نشتريها منهم راح نوفر لهم فرصة عمل بهاي الطريقة جميل نساء المحافظات يس اه بالضبط حلو جميل هاي الفكرة كنا صلنا فترة بنتعب عليها وعم بنحاول نعملها وهلأ تقريبا بلشنا نطلع اول باتشز من الكاسات والله لا لا بس رايق شكله مكسر اهلا مكسر نسه مبارح شرفتنا حبيب الله يسعدك التوفيق يا عفقة جميلة مبسطنا فيكم كتير المرة الجايب نستناكم تيجونا كماما عزمونا كماما حاضرين مكسر قدمة لا لا خلص اهلا وسهلا بكم شرفتنا شكرا لحضورك